خبر زلزال النهاردة نازل في عدد من الصحف وانفراد لموقع اليوم السابع عن صفر الكابتن امير توفيق مدير التعاقضات في الناد الاهلي لانهاء صفقة بدر بنوت وربما ايوب الكعبي في الامارات لان هي الوحيدة اللي فيها صفر وان المغرب ملهاش صفر عندي تفاصيل محطوط رقم الرحلة والزميل المحترم يعني عامل اجتهاد كبير جدا 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 في رقم الرحلة انا اللي انا هقوله اللي انا واثق منه الان اليوم ممكن يبقى الرحلة دي بكر ممكن تبقى بعد الله اعلم الله اعلم ممكن يبقى كان في حجزه تلغى الله اعلم لكن المؤكد عندي اللي انا هقولهه لكم بعد شوي واحد كابتن امير توفيق مدير التعاقضات في الناد الاهلي لم يسافر الى الامارات حتى الان حتى مغرب نهاردة ايه مغرب السلساء 15 سبتمبر حتى مغرب السلساء 15 سبتمبر لا يوجد صفر للكابتن امير توفيق الى الامارات العربية المتحدة معرفش بقى التذكرة اللي بقولوا عليها دي معادها امتى ايه الحكاية ايه الرواية لكن انا اقول لك اللي عندي لان في صفقات محتمل امير يسافر بكر محتمل امير يسافر بعده ما اعرفش معاد الرحلة امتى يعني فهمني لكن ايه اللي هيحصل ويه اللي هيجرى ما اعرفش لكن المؤكد عندي ان الناد الاهلي يتفاوض مع بدر بنون مدافع الرجاء المغربي وان الرجاء المغربي اعلن عن التواصل الى اتفاق نهائي مع ادارة الناد الاهلي للتعاقد مع بدر بنون مقابل اتنين مليون دولار يدفعوا الى نادي الرجاء المغربي وعقد للعب لمدة ثلاث سنوات بثلاث مليون دولار تسعمائة الف اول موسم مليون تاني موسم الموسم التالت مليون ومائة الف وقيمة التعاقد تلاثة مليون دولار واللعب عمره ستة وعشرين سنة ومكسب كبير جدا جدا للناد الاهلي حالة اتمام الصفق حالة اتمام الصفق طيب الناس قالت ان امير التوفيق يسافر واكدوا معلومتنا ان امير توفيق حتى تاريخه وموعده في خمستاشر تسعة ان امير التوفيق متواجد في القاهرة وانه تم رؤيته تم رؤيته من احد الاصدقاء اللي واقسام لي واقسام لي ان هو كان موجود عند نادي هليوبلس كده في مصر الجديد والا انا شايفه بعناية وكده امير التوفيق طبعا ما بيردش على التليفونات في هذه الايام نظرا لانه ساعة ما مايردش على التليفونات يا بيه تعرف ان امير شغال شغل عالي لما مايردش على التليفونات وكده تعرف انه شغال شغل عالي ومجتهد وبيحاول ان هو يخلص صفقة لما بيرد عليك تعرف انه في فترة الرحرحة وان الدنيا استقرت وتميمه كل حاجة وكل حاجة ماشية زي الفول بدري بنون ليس المدافع الوحيد المعروض على النادي الاهلي ووفقا لمصدر في النادي الاهلي هناك اتنين اخرين معروضين مع بدري بنون انا قلتلكم بارح جمال بالعمري مدافع الشباب السعودي ونجم المنتخب الجزائري قلتلكم انفرد دا مبارح انه من ضمن الاسماء المطروحة للانضمام الى النادي الاهلي وعلمت اليوم باسم ثالث وهو فاروق شفعي مدافع اتحاد العاصمة كده النادي الاهلي بيدور يدعم ازاي الدفاع لان لعبي دفاع النادي الاهلي كثير الاصابة رمضان ربيعة ياسر ابراهيم ايمن اشرف ممكن بيغيب للطارد سعد سمير مرفوع من الخدمة نظرا لاصابته بوتر اكيلس لدرجة ان النادي لقيل عنده مشكلة رهيبة يوم السابق مش عارف مين اللي يلعب جنب ايمن اشرف غايب عنه ربيعة عشان شد الخلفية ياسر ابراهيم عنده كورونا ما عرفش ياسر انت مالك طلع لله ياسر وفك كيسك شوية وشارك ربنا كده بالنسبة من الدخل بتاعك عشان ربنا يحفظك وعندك محمود متولي صليبي وسعد سمير اكيلس واحمد فاتح حتى موقوف لدرجة انهم مش عارفين يلعبوا بمين في الحتة دي في مباراة المقاص غالبا ياما يلعب حمد فاتحي ياما يلعب محمود وحيد باك رايت ولعب محمد هاني قلبة فعل انه بيجيتها ياما يرجع السلية يزبط المزام من وراء ويلعب لك ويفكرك بقى داعي مادة النحاس في هذا المركز فالنادي الاهلي مصمم على التعاقد مع مدافع مميز ومن ضمن المدافعين المميزين محمود رزق مدافع للتحادس سكندر اللي اصيب بكسر في عظمة الوجه نتمنى له الشفاء بإذن الله بإذن الله بإذن الله النهاردة في العمليات ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه بحق جاسدنا النبي ان شاء الله محمود رزق مدافع للتحادس سكندر فالنادي الاهلي بيفوض التلاتة دول لكن بدري بنون أعلن وهو كلاء لعبين مقربين من أونكل أبو المعات الزاكي منهم كريم البلق اللي هو وكيل وكيل أشرف بن شرقي ووكيل محمد أناج أكد بما لا يدع مجال الشك إن اللاعب وقع للنادي الاهلي طب هل هو وقع وهيبعث العرض يعني فيه حد من تبع للنادي الاهلي لوقع التففيض لإنهاء الصفقة في المغرب لأن التغيران مقفول ولا فعلا هيتقابله في الإمارات الله أعلم لكن المؤكد حتى تاريخه حتى وقته أن أمير توفيق موجود في القاهرة بل في مصر الجديدة بل تم مشاهدته عن دنادي هليوبلس مش عايزة أقوله تصور كمان يعني يعني ففي الآخر أمير توفيق لم يسافر إلى الإمارات حتى لا لكن المؤكد أن النادر قال لي يتفاوض من أجل مدافع صلب وقوي بدري بنون هو الأقرب ومعه جمال بالعمري وفاروق شفعي اللي هو مدافع الاتحاد العاصمة وبدري بنون مكسب كبير جدا جدا للنادر أهلي نتمنى أن تتم هذه الصفقة وبالمناسبة القيمة المالية لها مش كبير مليون دولار مش كتير وهو لما بياخد متوسط مليون دولار مش كتير ما بياخد زيه زي علي معلول وأجيه وحد هيجي يزبط لك الدنيا وراء ولعيب على أعلى مستوى في قيمة صنع ألعاب من الخلف يفاقرك بأداء عماد النحاس العائل والرأي طيب دي الصفقة الأولى اللي قاله أن تنمير أمير توفيق سافر ليه إرجاء وقاله أن هو هو هناك فيه كمان ملانجو مهاجم الرجاء اللي أنا قلت أن فيه تحفظ أي نظر لأنه عنده خناقة مع مازمبي وصلت إلى محكمة الرياضات الدولية وأن مصدر رفيع المستوى في النادي قال لي ملانجو مش حسابات لكن قال لك وياه يتفاوضوا عليه هو كمان طيب هاجل الصفقتين الأهم الأهم للنادي الأهلي وقعو أنا بكلمك تقول لي الأهلي عنده ستة أجانب آه ستة ما السادس وليد أزارو راجع خلال ساعات السادس وليد أزارو راجع خلال ساعات للنادي الأهلي من المغرب يرجع إزاي بقى من الإمارات ومن الإمارات علينا الله أعلم مش عارف يرجع إزاي بس المهم إن هو راجع فالمفاوضات اللي بتحصل حقيقية والكلام اللي بيدور حقيق بدليل الصفقة التانية اللي كل الناس بتتكلم عليها هي يوسف البلائل والده عبدالحافيز البلائل طلع قال ان هو بيتمنى اللعبة لنادي الاهلي ثم طلع مبارح قال في الرياضية السعودية قال لك ان هو ما عندوش مشاكل مع اهل جدة وان هو كان عندو اشتباه في كورونا وعندو استعداد للانضمام الى اهل جدة علمت ان الحج عبدالحافيز البلائل والد كابتن يوسف البلائل احسن لاعب في افريقيا احسن لاعب في افريقيا بيلاعب ادارة اهل جدة ازاي بيلاعب ادارة اهل جدة الراجل المدرب الصربي الاهل جدة عاوز لعيب اجنابي ويوسف البلائل لم يقيد في القائمة الاساوية يوسف البلائل كان عندو اشتباه كورونا والراجل مفيش توفق بينه وبينه فغالبا يوسف البلائل يبقى خارق قائمة اهل جدة طالب من النادي الاهلي المصري اربعة مليون يورو للاستغناء عنه النادي الاهلي غير طريقة مفاوضاته وبدأ يطلب يوسف البلائل اعارة بنية البيع يبقى يروح موسم يجي موسم للنادي الاهلي وبعد جاء الاهلي عايزه يوم ايه مشتريه طيب المسألة دلوقتي بينهم وهم بعض ازاي؟ نفس الحدوتة اللي كانت بين بيراميدز وهيدرس فيلد هناك القد هيتقفل الاول في السعودية قبل مصر احنا مكملين لحد ستة نوفمبر بقى عندنا بطولة افريقى وفي نفس الوقت موجود الدوري هينتهي بعد يوم عشرين مش فاكل ستة عشرين ولا تمانية عشرين فبالتالي القدى عندك موجود هيتقفل في السعودية فهيبقى اهل جده اللي تحت ضغط فانت لو ضمنت اللاعب وحصل بينك وبينه توافق مادي واتفاق مادي يبقى انت ضمنت اللاعب تبدأ تضغط على او تلاعب ادارة اهل جده اللي هتحاول بكل احوال انها يعني تتسامح في او تتنازل عن طلباتها المالية من اجل اتمام الصفقة وانتقال يوسف والتخلص من يوسف البلائل سوى بقى للاهلي او لغير النادي الاهلي للاهلي او لغير النادي الاهلي طب هو عنده عروض من خارج النادي الاهلي وعنده عروض طبعا نجم كبير وحصل لها في افريق لكنه من خلال والده الحج عبدالحافظ البلائلي بيؤكد للمسؤولين في النادي الاهلي انه هو عاوز النادي الاهلي خاصة بعدما تم التقارب في الطلبات المالية بقى فيه تقارب في الطلبات المالية كان الاول الفجوة كبيرة حصل تقارب طب هل النادي الاهلي داخل مفاوضات بشكل مباشر مع الحج عبدالحافظ البلائلي النادي الاهلي موكل وكيل لعبين حج يوسف البلائلي طلع حج عبدالحافظ البلائلي طلع والد كابتن يوسف ووكيله قال لك ان امير توفيق بيتواصل معاه ربما امير توفيق تواصل معامر رواح لكن فيه وكيل لعبين شهير له علاقة بالنادي الاهلي هو المتواصل مع الحج يوسف البلائلي وبيكلوه مع بعض وبيرتبوا الامور مع بعض وبيرتبوا الامور مع بعض عشان ايه عشان الاهلي حريص على علاقته باهلي جد ومش عاوز يبقى فاتع كير للصف وعاوز يقرب المسافات بعد الازمة الكبيرة اللي كانت من توابع صفقة عبدالله السعيد فعاوزين يقربوا الدنيا فبالتالي جايبين وكيل لعبين يتفاوض عنهم يتفاوض عنهم فهو اللي بيتفاوض وقربوا المسافات كبيرة جدا والتقارب المادي حصل بين يوسف البلائلي والنادي الاهلي بقى فيه تقارب مادي يبقى ادارة اهل جد هل الاهلي خلي بالك كان فيه جزئية مخوفة الناس في النادي الاهلي هقولها وهي تعاطي يوسف البلائلي المنشطات او غيره اللي ظهر في التحليل في 2015 دي كان الجزئية مخوفة الناس في لجنة الكور تأكدوا انها منشطة وتأكدوا من حسن سير اللاعب فأكدوا على الجدية تاني مرة اخرى كان واحد قال لهم يا جماعة ده كان واخد مش عارف المنشطات كانت بينا بين كوكايين ولا مورفين ولا ما عرفش قاعد يقول الاسامة كده غريبة فالناس في النادي الاهلي كشت ليه؟ لان قبل كده مثلا فيه لعيب ظهر في تحليل وانا قررت التحليل ده بعنايا زمان يعني ماريجوانا دي ولا ماريجوانا دي ولا مش عارف ايه اللي هي حاجة زي الحشيش كده والمخدرات فبتظهر النوعية ايه وشفت الواحد حشيش فقلقوا فلا منشطات عادية اتخذت عن حسن نية وان اللاعب ملتزم ومنضابط طيب فيه حتة في المفاوضات الاهلي رفض وهي دفع الموسم الاول مقدما دفع الموسم الاول مقدما الاهلي قال زيه زي اللاعب بييجي بياخد بنصرف الاهلي معروف بالتزاوه مع كافة اللاعبين طيب الاهلي ليه ما دفعشي الموسم الاول مقدما ما دفعشي لان ده مش في سيستما وده لان هو نفس الفكر مش هنكسب لعب ونخسر فرقة فقال له زيك زي اللاعب يعني ممكن ممكن تاخد خمسين في المية مقدة عن الموسم الاول عند التوقيع والباقي هيتبقلك نسبة المشاركة واللي كذا كذا وبالمناسبة من ضمن الاتفاق لغاء نسبة المشاركة ما فيش نسبة مشاركة خلاص يا عمي اللي عملت وقل لي عمر سمال خلاص عرفت يا محمد يا عمي خلاص ده بالنسبة ليوسف البلايل الفكرة دلوقتي كل واحد حاطت سبعه تحت درستان عشان أهل جده ينزل في القيمة المالية خاصة أنه طالع ب4 مليون يورو وأن الطلبات المالية تقاربت وفقا لتأكدات الحج عبد الحفيظ البليلي والد كابتن يوسف البليل الصفقة الثالثة اللي الناس قالت أنه ممكن ينهيها أمير توفيق في بحكم المغرب فيه اللي مراه رغم أن أنا بأكد أن أمير توفيق في مصر لكن ورد يا جماعة أمير توفيق يسافر بكرة ولا بعده ما احنا تعلمنا بقى تعلمنا أنا اللي قايل اللي قال الثقة مش مسافر واللي شافه عند اليوبلس في مصر الجديدة عند نادي اليوبلس في عربيته قال لي أمير توفيق أمير توفيق أنا واصف لاحظ أحد الزملاء معنا في فريق الإعداد بقول لي يا ريس ده منزل استوري إنه في مصر الجديدة فيه علانه استوري على الانستجرام إنه في مصر الجديدة يبقى مسافرش وفقا للتأكدات اللي عندنا طيب نيجي بقى للعيب الثالث اللي ممكن يبقى الثاني اللي يتواجد في المغرب وفقا للتكهنات وهو أيوب الكعبي أيوب الكعبي الأهل اللي وصل معاه لمراحل متقدمة لكن ما يعوق الصفقة هو وصول عرض رسمي لللاعب من البندسليج دور الألماني واللعيب هدف الأول زي ما قلت لكم من زمان أوروبا ثم بعد أوروبا الخليج السعودية والإمارات أو مصر جايله هو جايله هو في البندسليج دور الألماني ما يتقلوش لأ ما يفكرش بقى ألف أهلي طب الأهلي وكيل اللاعبين قال لك مش هنختلف وكيل اللاعب قال له لو ما فيش أوروبا هيبقى الأهلي له الأولوية ومش هنختلف على المقابل الماد فين اللايكات يا جماعة